بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم في محاضرة جديدة اليوم ان شاء الله في هذا اليونيت نتحدث لكم عن شرح كتابي للقرامر النحو يونيت 109 عندنا اليوم بكتابنا هذا الورد او دا كلمات الترتيبية عندنا الورب object place احنا راح نتحدث عن ترتيب تقريبا هو جملة يعني انا كاتب لك اي قايل لك verb و object فعل و مفعول به طيب شنف سالفة الفعل والمفعول به خلينا نشوفنا شوفا يقول object go with the verb and object normally go together we do not actually put words between them طيب بهذا الفقرة خلينا نكتب ملاحظة يقول بفقرة اي الفعل والمفعول به يأتي معا الفعل والمفعول به يأتي معا دون ان يأتي بينهم شيء دون ما يجوياهم شبيناتهم شيء طيب سكشن اي يقول اكو افعال هاي الافعال دائما تجي ويا يعني هذي الافعال تجي ويا يعني هذي الافعال تجي ويا المفعول به طيب النوب أكو ملاحظة اخر يقول هناك بعض الافعال التي تأخذ دائما بعدها ضرف هكذا فعال دائما تاخذوا اياها ظرف. اللي هما عدنا go home, live in city, walk to work. يعني هسا اللي نستنتج ان الفعل يجي ورا مفعول به وممكن يجي ورا ظرف. من يقول لك go home هذا ظرف. من يقول لك go home هذا ظرف. من يقول لك live in city هذا ظرف. من يقول لك walk to work هذا ظرف. ظرف مكان. اذا هسا نخذ نحج قاعدتين. القاعدة الاولى الفعل يجوي المفعول به. الحالة الثانية الفعل يجوي الظرف. هسا خلناخذ تركيب ثالث. تركيب الثالث. كتبولي ملاحظة. كتب لي ملاحظة يمك. هناك تركيب اخر ان هناك فعل ومفعول به وظرف. فعل ومفعول به وظرف. فعل ومفعول به وظرف. تركيب الثالث ل其ما معنى. تركيب الثلzens للمعنى. we took the children to the zoo put anything on table يمكن أن يأتي بعد الفعل ظرف المكان ثم الزمان يمكن أن يأتي بعد الفعل ظرف المكان ثم الزمان هنا تكتب لي القاعدة تحفظ لي القاعدة وأكثر شي تجيك بالامتحان تركيب يعني مثلاً I am going on Monday to Paris أنا ذاهب يوم الاثنين للباريس طبعاً هاي جملة المعنى ماليتها صحيح ولكن التركيب غلط لازم يكون بالبداية زمان ثم مكان يعني ممكن يقول لك صحيح الخطأ يقول لك I am going on Monday to Paris أنا ذاهب يوم الاثنين للباريس باللغة العربية يصير ولكن باللغة الإنكليزية لا بالبداية اسم المكان بعدين اسم الزمان هاي ملاحظة مهمة جداً خلينا نركز عليها آخر ملاحظة بهذا اليونت يقول عدنا آخر ملاحظة بهذا اليونت يقول عدنا ملاحظة مهمة خلينا نكتبها يمكن أن نضع ظرف الزمان في بداية الجملة ممكن أخلى ظرف البداية عادة مو مشكلة تاين لا يجب أن تذهب إلى المكان وحسب المكان يجي قبل الزمان عادي أخلي الزمان بداية الجملة بس عادي يصير على السباح بعد المنزل يصير هذا كل ما موجود بالنسبة ليونت مئة وتسعة ترجمة نانسي قنقر